وتوفيق اتكلم في جزء مهمة جدا المتعلقة ان كولر مستني قرار بخصوص مباراة السوبر الافريقي وانا الاسبوع اللي فات او قبل نهاية الاسبوع اللي قبله اتكلمت وقلت ان في حدثين مهمين جدا خلال الفترة الجاية حدث ان قرع الدور الابطال والكونفيدرالية هتكون منتصف الاسبوع ايوم التلات وفعلا ده حصل والحدث التاني متعلق بموعد ومكان السوبر الافريقي وقلت قبل نهاية الاسبوع المقبل اللي هو انتهى مبارع هيكون اتحدد المعاد والمكان طبعا لسه لا اتحدد المعاد والمكان وانتو عارفين دايما احنا دايما قدر امكان بنحاول نقول لكم المعلومات يعني الرسمية والصحيحة في هذه الملفات ليه اتأجل الاعلان لان الاتحاد الافريقي منتظر عرض مالي مغري لصدافة السوبر الافريقي يعني ايه تبقى للليحة الاتحاد الافريقي اما المباراة تلعب في ملعب الفريق الفايز بدور الابطال او ملعب اخر يحدده الاتحاد الافريقي فطبعا تبقى لللوايح الكاف للحق انه يختار ملعب اخر تبقى لعروض تسويقية عشان يستفيد ماليا من هذه المباراة اللي بتبقى مباراة يعني ما بين بطل دور الابطال وبطل كأس الكونفيدراليشن قابل كأس الكونفيدرالية فاخر اختيار بالنسبة لهم يبقى ملعب بطل دور الابطال لو الاهلي لو المباراة تقام في مصر لكن ده يعني نسبته قليلة جدا جدا انها ممكن تحصل خلال الفترة اللي جاي طيب موقف السبر الافريقي اخر تطورات في ايه لان كولر مستني قرار في معلومة مش هتكلم فيها دلوقتي لانها تخص يعني موقف فني للنادي الاهلي بخصوص معاد المباراة يجي وقتها لاحقا في التوقيت المناسب هنتكلم عليها ولكن الاهلي بيشوف لما هيبدأ المسلم الافريقيا هيبدأه ازاي عشان لما يدي اجازة دلوقتي يدي اجازة قد ايه ويعمل معسكر اعداد في احدى الدول الاوروبية مدوته قد ايه ويرجع للقاهرة امتى فكل ده مرتبط بمعاد السوبر فالاهلي ليه موقف رسمي في قصة السوبر بس مش هتكلم عليها دلوقتي طالما الاهلي لم يعلن رسمي موقفه في توقيت المباراة الجزاية التانية الكاف عنده تلات عروض رسمية تلات عروض رسمية عروض عربية وافريقية الناس تقول لي افريقية هو دايما جرى العرف ان العروض لصدفة السوبر بتبقى عروضة عربية خليجية ولكن المعلومة اللي عندي انه كمان في عرض افريقي مش هكتهد واقول فين عشان ما نعملش بس يعني ايه بل بل انا عارف السوشيال ميديا لما بتصدق طلقت كلمة لكن انا ما عرفش الغيات دلوقتي بصراحة العرض الافريقي ده منين هل من احدى الدول شمال افريقيا هل في جنوب القرى هل في الشرق هل في الغرب الله اعلم عشان بس ايه ما نكتهدش لا نقول المعلومة صح ليه كل الناس اللي بتتبعنا في التريند فبالتالي في تلات عروض التلات عروض فيهم بعض المعايير والمواصفات الافضل هيتم الاتفاق معاه على تنظيم اللقاء وتحديد الموعد في معاد مبدئي في اللجنة التنفيذية كانوا بيتكلموا ان هي تتلعب في النصف الثاني من شهر تسعة مش واحد تسعة واحد تسعة ده كان اختراح لكن مش هيتنفذ يعني يا خمستاشر يا تلاتين تسعة في الفترة دي ده الاختراح اللي الكاف عايز يلعب فيه لقاء السوبر الافريقي الناس ممكن تقول لي ما هو في التوقيت ده الاهلا يلعب زهاب وقياب الدور التمهيدي الثاني يلعب فيه اسيوبيا مع سان جورج يلعب فيه سينجبار فالافضل ايه لو المواطش تحدد خمستاشر تسعة لقاء الزهاب هيتأجل اسبوع يلعب مثلا يوم اتنين وعشرين تسعة والقياب في معاده في القاهرة يوم تلاتين ده اخر تطورات المتعلقة بموقف لقاء الاهل والتحاد العاصمة في السوبر الافريقي مش عن نسبة الاحداث الناس عندها اجتماعات كل الملفات حاليا دلوقتي على مكتب الامين العام للاتحاد الافريقي الكنغولي فيرونين بومبا عشان يتم عرض الامر على لجنة تنفيذية لاتخاذ القرار خلال الفترة القادمة في اي وقت ممكن يتم باعلان القرار ولكن ده اخر المستجدات تلات عروض عربية وافريقية العربية اكيد دول في الخليج العربي ممكن عايز اتنظم افريقية مش هكتهد واقول اسم لغاية لما نشوف ايه لا يحصل خلال الفترة اللي جاية